قم لازمة الزمالك. قبل ما ندخل الهواء قلتلي أنا هقول لك انفراض. اه. اتنين. بس خلينا في الأقل أسألك علي ده. انه الزمالك هياخد أفضل لعب في أفريقيا. بيفوض. او بيفوض أفضل لعب في أفريقيا. وهنا قبل ما أقول لك هو من اللعيب. وقبل ما أقول لك مين كلمه. وكلمه إنت. الغرب حمد شنوي. لا. هو آخر لعب في أفريقي مع فاس بالجازة دي. حمد شنوي طبعا. لا لا لا. لعب في وسط المع. قبل ما أقول لك. قبل ما أقول لك مين اللعيب. خليني أقول لك أنّ الاستغراب. واللعيب. أنا اتكلمت مع العيب. واللعيب عنده الاستغراب ده لأنه عنده المعلوم وباش حاجة بتستخبقها. إن زمالك عنده قزمة مالية كبيرة جدا. والأرقام اللي بيعرضها مع ngomq كبار. أرقام كبيرة جدا. أرقام كبيرة. وارد الزمالك بيكون بيتارجة لعيبه اثنين وثلاثة واربعة عشان اخلص لعيب يبقى ارضاء لجماهي النادي الزمالك انا عملت اربع خمس صفقات منهم صفقة عملت بوم عملت بقى ريو مش كفاء سهره وتشويق طيب شوف انا عم بستني الزمالك اتكلم مع اللاعب المنتهي تعقده اللي في وجهة نظري هو افضل لعيب وسط ملعب داخل افريقيا بلا جدال محمد بالرمضان محمد بالرمضان نجم نادي الترجي التونسي تكلم معاه احد المسؤولين الكبار في نادي الزمالك المنوط بملف التعقدات من اسبوع بالزباط تكلم معاه وانا اتكلمت مع اللعيب احنا المسؤولين الكبار منوت بملف التعقدات في نادي الزمالك اللي هو امير مرتض�� مسؤول ة ه هى ه تبقى لر Turtle عرضوا عليه رقم انه اعلى لعيب أعلى لعيب خد رقم في نادي الزمالك خد رقم في نادي الزمالك هم هيتفعلوا نفس الراتب مليون وخمسمية مليون وستمية وبالمناسبة محمد برموضان بياخد في الترجل ربعمائة وخمسين ألف دولار وهو أعلى لعب في الدورة التونسي ربعمائة وخمسين ألف دولار انتهت عقده مع نادي الترجل اللعيب عايز إيه؟ اللعيب حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فهذه لحد أول أمس اللعيب وجهته إن هو عايز يروح يطلع يروح أوروبا عنده عرض رسمي من نادي فرينك فروس المجري اللي بيشارك في دورة أفطال أوروبا عنده عرض كبير وعنده عرض من فرنسا أقل جدية وأقل ماليا لكن هو وجهته حتى اللحظة اللي أنا أكلمك فيها دي اللعيب عايز يروح المجر عايز ذات الأوروبا رغم إن العرض المالي بتاع نادي الزمالك اللي هو كان عرض شافهي العرض المالي بتاع نادي الزمالك أكبر بمرة ونص من العرض المجري اللي جاي ليه محمد بن رمضان حتى هذه اللحظة اللاعب وجهته الدوري المجري حتى يا جد جديد لكن الزمالك كلم اللعيب من أسبوع وده أسبوعين بقولك قصة الأزمة المالية مش أنا اللي قلتها اللعيب يعني هو اللي بقولي أنا عارف أنه فيه أزمة مالية وفيه 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 قلت كلمت معايا أه قلت معايا وقالك كل التفاصيل دي هاي الجد هاي الجد تيه رأيك بص أنا متعود معاك ومع الناس إن أنا ما بردش في حاجة ما عنديش فيها معلومة فما عنديش معلومة بصراحة في موضوع لا لا أنا عايز رأيك الفاني أو رأيك إنه هل الزمالك محتاج محمد علي بن رمضان ولا مش بقولك إنه تنفيها وتسر العيب هايل العيب مميز جدا إضافة للزمالك لو الصفقة تمت أو النادي الأهل وكان يعني هدف من أهداف النادي الأهل الكريم في أكتر يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي قابليها أهم العيب من وجهة نظري في نص الملعب في قارة أفريقيا الزروف شوية في التراجي مش مساعدها لكن لو دخل في تيم يعني يقدر أنه هو الزروف في الزمالك لو الصفقة تساعده؟ ممكن السنة الجاية بالشغل اللي زمالك بيتحرك فيه والتيم اللي زمالك عايز يبني للسنة الجاية ممكن لكن لو بنتكلم في الموسم حلقة طبعا ظروف ما تساعدش ده باتي